فمن الواضح أن هناك مسؤولين ما عملوش شغلهم كويس ما راحوش للرجل وقعدوا معاه وقالولوا في واحد اتنين ثلاثة احنا بنلعب الأمم الأفريقية دي بالنسبة لنا زي الدوري بالنسبة للأهلي زي الدوري بالنسبة للأهلي لما احنا أكتر منتخب متوج بالبطولة في أفريقيا والمنتخب الوحيد اللي خدها تلات مرات متتالية وجيه علينا فترة الحية أن احنا يعني في ستة وتمانية وعشرة دي قلنا ايه طب وبعدين يعني زهقنا من زهقناش طبعا ولكن أنا بتكلم تشبع يعني على الجانب الآخر ندل أهلي نفس الكلام انت لما خسرت الدوري السنة اللي فاتت بعد مش عارف كم مرة وغيرا بعض الناس زيعت وضيقت فبالنسبة لنا كأهلوية يعني كمصريين بقى الدوري أو كأس الأولم الأفريقية بالنسبة لنا عاملة زي الدوري بالنسبة للأهلوية الأولى الدوري ده الأمر الأفريقية بالنسبة للمنتخب كده عايزين نكسب الأمر الأفريقية الطبيعي لأن بقى لنا برضو وقت السنة اللي كانت فيها في مصر ما خدناهاش وبالتالي يجب أن تكون هناك تصريحات أفضل من هذا الأمر والحقيقة برضو وخلينا أتكلم مع حضراتكم وبمنتهى الوضوح أن الأستاذ أحمد بأننا دايما لما بجأتكلم مع حضراتكم بأتكلم بمنتهى الشفافية الأستاذ أحمد مجاهز الحقيقة أستاذ أحمد مجاهد عليه علامات استفهم كبيرة جدا وعديدة جدا محتاج أنه هو يركز أكتر خلال الفترة اللي جاية يعني عمل النادي الأهلي إيه في موضوع أزمة تعارض المواعيد ما بين مونديال الأندية وكاس الأهم الأفريقية لم يحدث أي شيء ثانيا هل كان من المفترض أن المسؤول في اتحاد كرة القدم اللي بيتفق مع المدير الفني يقوله الكلام ده أو يتفق معاه لكده ويكتب معاه في العقد كده دي غريبة أنا أول مرة أشوف الكلام ده يا جماعة على فكرة أنا أول مرة أشوف الكلام ده وأسمعه بجده والله يعني هل أنت الله يرحمه كابتن سامير زاهر أو الله يديله الصحة مهندس هاني بوريدة أو الله يديله الصحة الأستاذ جمال علام أو الناس اللي كانت موجودة هل كانوا بيتفقوا مع المديرين الفنيين خلال الفترة اللي فاتت ويقولوا لهم أنتم يعني أهم حاجة كاس العالم بس مش مهم كاس أم أفريقيا فالحقيقة من الواضح أن الشغل اللي اتعامل الفترة اللي فاتت فيما يخص اتحاد كرة القدم لا عندنا مشاكل كثيرة جدا 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 زي ما قلت لحضرتك الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في تعارض الموعيد ما بين بطولة الأم الأفريقية وبطولة العالم الأندية أنا عندي بطولة العالم للأندية هتبدأ يوم 3 إن شاء الله 3 فبراير ونهائي كأس الأفريقية يوم 6 فبراير ونهائي الأهلي هلعب يوم 5 أنت فين يا كابتن أحمد كابتن أحمد مجاهد أو اتحاد كرة القدم على لسان الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة المعينة لإدارة الاتحاد قال لك طلع وقال لك الأهلي هلعب كامل نجومه وأنا وريت لحضرتك الموضوع ده من كام يوم وحضرتك يعني عايز توصلنا لإيه؟ عايز توصل النادي الأهلي لإيه؟ عايز توصل الجمهور في مصر لإيه بالنسبة لموضوع كارلوس كيروش؟ لا كيروش على الكلام اللي هو أنا سمعته منه النهاردة لا هو مش مخطط بصراحة هو محدش فهمه واحد مدير فني جاي من برة قعد قعد اتفق مع مسؤول سيد أحمد مجاهد اتفق معه لكل حاجة وفي الآخر شكرا في حاجات كتيرة جدا لم يتم شرحها لمستر كارلوس كيروش وبالتالي أتمنى أتمنى الحقيقة يوم 5 يناير لم ييجي ويتم انتخاب اتحاد كرة قدم جديد يكون قريب من الربطة واللي بتعمله الربطة اللي بالمناسبة اتحاد كرة القدم الحالي أو اللجنة اللي بتديري الاتحاد الحالي كانت مجبرة على وجود الربطة بسبب ضغط كل الأندية عليها ها خلي بقى لحضرتك حيجي يقولك إيه هو أنت الكلام ده بتقوله إسلام واللجنة دي بلأس الكابتر أحمد مجاهد هي اللي طلعت الربطة أيوة هو كان مجبر لأن كل الأندية ضغطت وكانت وطلبت إن هي عايزة ربطة ربطة للأندية زي ما حضرتك شايف هناك اختلاف كبير جدا جدا في كل ما يخص الربطة ولكن كان هناك فجوة كبيرة جدا ما بين اتحاد كرة القدم ورئيسه وربطة الأندية لأنه كان من الواضح كان هناك غيرة فرابطة الأندية سحبت البصات من الكل من الكل وده مش كلامي شفنا الدوري شفنا كل ما يحدث خلال الفترة السابقة حضور جماهيري حضور جماهيري اخرج كل حاجة زي ما حضرتك شفتها وبالتالي من الناس تفاعلت مع الرابطة بشكل رائع جدا وابتدى يحصل غيرة سلبية من الآخر هناك أمور كثيرة جدا أخطأ فيها اتحاد كرة القدم وإحنا هنا بنقولك أو بقولك الأخطاء اللي بتقع فيها علشان تحاول تحاول أن أنت تصلحها أو لما ييجي اتحاد كرة القدم إن شاء الله اللي ييجي بعد 5 يناير كلهم أي حد من الأسماء اللي موجودة كلها أسماء رائعة وكبيرة جدا تمنى لهم يا رب كل التوفيق الحقيقة لأنه حيبقى عليه ضغوط كثيرة جدا جدا خلال الفترة القادمة القادمة